ساعيكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 وهذا حديثي إليكم مباشر عبر صفحتين الفيسبوك واليوتيوب ساعة الآن 29 دقيقة عذرا كالمفروض نكون معكم على الساعة 29 أزول في اللون إخواني 10 أكتوبر أبدأ بها بالحقيقة بما كنت حدثتكم عليه قبل أيام عن أحداث أكتوبر أريد فقط تصليح نقطة كنت ذكرتها آنذاك وهي مشاركة علي بالحاج في تلك المظاهرة التي قتل فيها وجرح العشرات كانت في الحقيقة الناس كانوا راجعين من ساحة أول ماي وكانوا دخلين بأعداد هائلة فوقع الرواية الرسمية تقول يومها قالت بأنه وقعت لقى النار داخل المتظاهرين فردت عليه قوات الجيش والشرطة والرواية الأصح هو أن كان هناك ضباط قرروا يطلاق النار سواء خوفا أو أمروا بأن يطلق النار على الناس ما ردنا الصح هو أنه علي بالحاج لم يكن في تلك المسيرة فبعد حديثي في 5 أكتوبر تصل بأحد المقربين مع علي بالحاج وقال لي له يقرئك السلام وكل شيء يعني ولكن أنه ما كانش موجود هو في الحقيقة وقال أن الكذبة كذبة وجوده أطلقها خالد نزار وأصر عليها طول الوقت باش يبرر من أنها كانت ردت فعل وأن علي بالحاج الموسوم بالتطرف وإلى آخره كان موجود وبالتالي كان هناك تبرير لإطلاق النار طبعا قال نزار يكذب بلا حدود يكذب أكثر مما يتنفس وكثير ما قال أشياء ثم قال أعاد قولها مرة أخرى فقال العكس أو قال ما يجانبها تماما إذن فقط أردت صحيح هذه النقطة برغم أنني من المتابعين أستطيعنا أقول المتابعين الجيدين يعني الأوضاع الجزائرية في طالة هذه 30 سنة لكن مع ذلك أنا أيضا كنت أعتقد أن علي بالحاج كان موجود في المسيرة إخواني دائما عندما تسمعونني أقول أشياء وأنا أتحدث لكم تقريبا بشبه هي يومي إذا رأيتم فيه خطأ أو أبعثوا لي أنا لن ينزعج يمكن يقولوا لك أخطأت هنا أو هذه لم تكن صحيحة أو لم تكن دقيقة لكن أريد فقال طبعا اللي يبعث لي والله اللي يريد أن يصححني يكون هو متأكد يعني أحيان بعض أخواني يبعثوا أشياء يقولوا أنها كذا لكن في الحقيقة هي ليست صحيح 10 أكتوبر 88 كان فيه إذن خطاب شادلي بن جديد الشهير الخطاب الذي بكى فيه وأعتقد أن دموعه يومها صدقها الشعب الجزائري وأعتقد أنه كان صادق عندما خاطب الشعب الجزائري وبالفعل بدأ بسرعة شادلي بن جديد في تطبيق ما كان وعد به في ذلك الخطاب بعد أيام بدأوا أقدموا على تعديلات في داخل الدستور اللي كان موجود أنا ذاك دستور 86 اللي هو دستور الحزب الواحد والاشتراكية وكل ذلك الكلام ثم عين حكومة رأسها قصد مرباح اللي كان في فترة بومدين هو رئيس المخابرات العسكرية لايسام كانت مشهورة بلايسام أنا ذاك كانت لايسام ترعي بالجزائريين ولكن قصد مرباح كان طورينت لما جاء شادلي بن جديد فأمر عليه كبرانات فرنسا وطردوه وقالوا شادلي بن جديد أن هذا الذي لعب دور كبير في الإتيان بك وفي وضعك رئيس إذا بقيته إذا خليته موجود في المنصب انتاعه لأنه يستطيع أن يطيح بك وبالفعل كان في حديث أنا ذاك لأن الشادلي جاء فقط لمرحلة سنة أو سنة فأقدم يومها الشادلي بعد تعيين وقالوا انتخذ طبعا في فبراير 79 نظن بشهرين أزاح في عبريل 79 إذا كان ذاكرتي جيدة أزاح قصد مرباح من منصب المنصب المرعب الذي كان على رأسه وهو المخابرات العسكرية وأعطاه منصب في وزارة الدفاع في البداية أعطاه مفتش عام ثم أمين عامل وزارة الدفاع كلها كانت كما يسمى باللغة الفرنسية دي فوادو غاراج يعني كان بس فقط بشي خرجوه واللي تولى المنصب بعده هو المجرم يزيد زرهوني ولماذا أقول مجرم عن يزيد زرهوني أساسا لأنه في الحقيقة ليس فقط لما كان في المخابرات وكان نائب لمرباح هو أيضا رتكب جرائم لكن خاصة أنه كان وزير داخلية لمدة عشر سنوات أو يزيد في عهد بوتفليقة وفي أيام يزيد زرهوني كان الربيع الأمازيغي وكان مقتل 126 شاب ظلما وأدوانا وجرح الآلاف ناهيك على منع العاصمة عن الجزائريين وعن فتحه للمخابرات الدولية واعترف بها هو واعترف بها وقال من أنه فتح للمخابرات الدولية الباب وأن لديهم مكاتب وقالها بصراحة قال نعم لدينا الـ FBI وCIA ومخابرات كلها عندهم مكاتب الجزائر ما يسحوش من الخيان أكثر من الخيانات التي تدوم هذه الأيام على كل هذا الحديث إن شاء الله ربما يكونوا مرة أخرى حديث أكتوبر وما جاء بعد قضية التعذيب الذي حدث القمع الذي حدث ثم كيف أن قاموا بالقمع وقاموا بالقتل وبكل أسف وألم قام شادلي بترفيحهم درجات مثلا أعطيكم مثال مهم محمد العماري كان في محمد العماري الدموي لقاد الحرب القذرة وكان هو أكبر رؤوس الحرب القذرة طبعا مع توفيق سماعي العماري قايد صالح إلى آخره في مجموعة أسماء لكن محمد العماري كان هو الأبشع كان في آنذاك كان في أكتوبر 88 كان مقدم ليت نون كولونيل أول مرة سمعت أسمه لما كنت أدف الخدمة العسكرية سمعته في لقرنيزون دال قالوا أن الكوردناتور المنسق أنت قوات القمع قوات الأمن أنه اسمه محمد العمار الموسق العملي يعني الكوردناتور في فيع الناشا أول مرة سمعت فيه في 88 كان ليت نون كولونيل في 89 أصبح كولونيل في 90 عقيد في 90 أصبح عميد في 92 أصبح لواء في 94 أصبح فريق يعني تخيلوا ما بين 88 و94 كم الرتبة من مقدم إلى عقيد من عقيد إلى عميد من عميد إلى لواء من لواء إلى فريق في القانون الجزائري لا يمكن أن يحصل أحد على هذه الرتب الأربعة في حدودها الدنيا يحتاج 20 سنة وفي المعدل 24 سنة طبعا لحد الآن يحصلوا على رتبة فريق معدودين يعني ليس أكثر من ستة في معرفة ستة أعتقد نعم بقين منهم اثنين واحد رف السجن اللي هو الفريق توفيق واثنين قوبروا اللي هو بوسطيلة ومحمد العماري وأعتقد خمسة حتى مش ستة وربما جنيزية لا جنيزية لا جنيزية لا يحتاج فريق إذن الحقيقة ليس محمد العماري فقط لإخذ هذا الرتب لكن هو ممثلة فيه نفس الشيء بالنسبة للتوفيق توفيق كان كوموندون في الـ 85 في أفضل الحالات كان 88 كان لـ 2 كورونا في 89 عقيد في 90 أصبح رئيس المخابرات وعينا جنرال عميد ثم عينا جنرال ماجور على الأرجح في 94 إذن خاصة بالنسبة لمحمد مديان كان التعيين رهيب والصعود ساروخي أربع ترقيات في ظرف ست سنوات والآخرين أخذوا أيضا ترقيات كلهم أخذوا ترقيات ولكن البعض تم طردهم خاصة اللي كانوا ينسبون إلى جيش التحرير أغلبية كبار الضباط اللي كانوا ينسبون إلى جيش التحرير والجاهدين حقيقيين تم إزاحتهم وأغلبية الذين كانوا كبرانات عند فرنسا اغتنوا فرصة أكتوبر 88 والانفتاح والناس لاهية بدستور جديد وبالأحزاب ومنظمات إلى آخره وبدأوا في التصعيب طبعا اللي كان مشرف على العملية هو العربي بالخير اللي كان هو الكاردينال وكان هو اللي يتحكم في القرار الرئيسي بدلا ما يكون الشادل بن جديد كان العربي بالخير كان فيه صراع يومها ما بين الحمروش والعربي بالخير إلى آخره هذا أيضا حديث آخر ربما يجي الحديث عليه إن شاء الله مع الأيام بعد 31 سنة من 10 أكتوبر 88 ما زلنا في حلقة مفرغة بل بالعكس مش فقدرنا في حلقة مفرغة مررنا بحلقات نارية دموية مررنا في تسعينات من 92 إلى 99 إلى 2000 بإجرام هائل حرب قادرة مجازر اختطافات قتل اغتيالات وابتداء من مجيء بوتفليقة مررنا بدورة الفساد العظيم إذن تسعينات كان لابد من ضرب شعب في أغلبيته ضربه في الجسد كان لابد من قتل الجسد أكثر من 200 ألف قتيل نهيك على المعذبين وعلى آخره وفي بعد ما تم تخويف الناس وترعيبهم وهذه استراتيجية تطبقت في بلدان أخرى والحقيقة أن هناك كتاب لعلي أشرت ليه مرة من قبل لناومي كلاين هذه أمريكية كتبت أحد أفضل الكتب فيما يتعلق بنظرية الصدمة والرعب الصدمة والرعب ربما الناس سمعوها لما احتلوا الأمريكان العراق وقيلت أنا ذاك بهذه العبارة لكن بالحقيقة هذه السياسة الصدمة والرعب تبقت تقريبا في السبعين سنة الأخيرة خاصة في أمريكا اللاتينية ولكن أيضا بلدان أخرى تبقوها في الجزائر كابرانات فرنسا طبعا كانوا يتدربوا كانوا لما يروحوا ديستاجي ورحوا عند الروس وعند الفرنسيس أساسا والروس مثل الفرنسيس كلاهما متخصص في التعذيب وفي الصدمات وفي القتل ومعروفين إذن طبقوا هذه النظريات ومضوا فيها لذلك جاء فيما جاء بعض الفساد يقول لك الناس تفكروا كنت تدخلوا على الخمسة التالع عشية معنا يفكروك بالموت وبالقاتل وبالخطف وبالمجازر باش ما تتكلمش عن الفساد وعلى النهب هكذا كانت الأمور تمضي لكن طبعا 22 فبراير سيكتب التاريخ عن 22 فبراير أنه رغم كل الجرائم رغم كل النظريات البشعة التي طبقت رغم كل الفساد رغم كل محاولات تغيير العقل الجزائري وهندسة عقول جديدة إلا أن الأغلبية من الشعب الجزائري ظلت تحمل تلك القيم منتع العدالة منتع الكرامة منتع رفض الضرم منتع رفض الحجرة إلى آخرين نعم هناك أقلية تأثرت فيها أقلية التي تأثرت أنسوا لها عقولها وفيها أقلية التي تأثرت لأنها استفادت مستفيدة من الأوضاع الراهنة ومستفيدة من الأموال فيها اجتماعات اليوم أمس واليوم وأول أمس أجتماعات لا تتوقف على مستوى المخابرات يقودها أساساً بوعزة وسيني على مستوى الذباب الإلكتروني ويقوده أساساً لشخم عبدالقادر الجنرال لشخم عبدالقادر وعلى مستوى الشرطة يقودها أساساً هذا رئيس الشرطة الجديد وبعض كبار العقدان الحنوشة معهم والهدف كل الاجتماعات هذه أن الوقت لم يعد في مصلحتهم أن الوقت ينفذ وأن الانتخابات إذا لم تأتي هذه المرة الانتخابات فهي كارثة على النظام وبالتالي ما شفتوه يوم الثلاثة يريدون أن يعيدوه في الأيام القادمة يعني في الجمعة هذه الأحد النصر يخرج الأحد لمناسبة إن شاء الله ستكون هناك مظاهرات عارمة يوم الأحد سواء في اتجاه البرلمان أو في اتجاه قصر الحكومة لأن فيها اثنين البعض يقول أن سيتم التوقيع على هذا قانون مالية 2020 في البرلمان لكن على الأرجح أنه سيمر على ما يسمى بمجلس الوزراء قبل ذلك إذن هذه الاجتماعات المراد منها هو التخويف هم عارفين في النهاية لو كان يستمر التحدي يستمر الغضب تستمر هذا مقادعة الانتخابات تستمر البلديات المغلقة كل هذا ليس سيذهب بعيد ولذلك داروا اليوم قرار قال لك تمديد مرحلة التسجيل الانتخابي ولماذا تمديدون مرحلة التسجيل الانتخابي ليس قبل ثلاث أيام قلتوا أن كان تسجيل والشباب جاءوا وسجلوا وأكثر مما يجب في الحقيقة كل الأرقام التي ذكرها أنت 120 ألف سجل جديد كلها أكاذيب بضعة آلاف وفي كثير من الحالات بالكاشير بالخمسين ألف بالمئة ألف بهاتون نعطوكم سكنة هاتون نعطوكم عمل هاتون نعطوكم كذا واخذوا الوثايا وانتعى الناس باش يعدلوا يعدلوا الانتخابات هم يقدروا يقولوا عن طريق الدباب وعن طريق القنوات التاحهم هذه اللي هي ذباب كبير ليس أكثر من الأمور ماشية والشباب يريد وعن طريق الجرائد لكن في الواقع يعرفون أن هذا ليس صحيح الواقع الآن يتبين لهم أن الرفض بالعكس زاد أكثر بكثير عما كان عليه الحال في شهر ماي وفي شهر جوان اللي أسقطوا انتخابات أربعة جويلية إذا كان الرفض أكثر من أربعة جويلية فمن باب أولى أن هذه الانتخابات ستصفر وإذا سقطت هذه الانتخابات سقطت العصابة حتما قد يحاولون فيما بعد ربح الوقت وبدعم خارجي يقومون ربما ببعض المغامرات ولكنهم عارفين أنهم انتهوا ولذلك هذه المعركة الانتخابات هي في الحقيقة في جوهرها هو إسقاط للعصابات الشعب لما يقول الانتخابات مع العصابات لأن الهدف ليس الانتخابات حد ذاتها لأنه كونجا نظام قائم ولا معقول ولا لا يسترح الانتخابات طبعا الانتخابات هي أفضل طرق لاختيار الحكام لكن شعب فاهم جيدا أن إسقاط الانتخابات للمرة الثالثة يعني إسقاط النصف الثاني من العصابات اللي هو الأكثر إجراما والأكثر خبثا وخداعا إنه السلطة الفعلية العسكرية إذن اليوم كان عندهم هذا الكلام من أنهم في وقع الأمر مدوا لأن فيه طلب قال لك يعني كلام يقولوا فيه يتحدوا في الناس إلى درجة أن مش عارف الناس كيف يشغدوا ونحن يردوا عليهم هذا شرفي هذا المدلس المدلس شرفي هذا وزير العدل تعبو افريقا مرتين قال لك فيه طلب إضافي من طرف الشباب للتسجيل وكانهم يتكلموا على المكسيك أو على بيتنام أو على مدى عشقر يعني وليس على الجزائريين وفي المدن الجزائرية اللي يرهم الأغلبية يغلقوا البلديات ويغلقوا ويرفضوا عملية انتخاب مزورة ومزيفة ابتداء بعض الإخوة قد تلاحظون أني أتكلم بنوع من شوي ضيق في التنفس في الحقيقة مرهق جدا جدا وكنت ما بين أن أأتيكم وأتحدث معكم ولو لنصف ساعة وكما جاءت العادة وما بين أن أقول لكم أني في تعبان ومرهق نتيجة لنقص النوم ونتيجة للتعامل ساعة بساعة ولحظة بلحظة مع الأحداث في الجزائر وهذا الآن لسنوات طويلة خاصة منذ الانتفاضة المباركة في الأشهر القديمة فتحملوني حتى لما نكون شوي ثقيل معكم فرجاء التحمل طبعا هم رمضين في بيع البلاد وأنا نذكرهم أن هذه الأرض ليست للبيع كما قال أحد زعماء هذه البلاد رحمه الله قبل 82 سنة في 2 أوت 1937 إذا كان ذاكرتي جيدة قال هذه الأرض ليست للبيع الآن هم يريدون أن يبيعوا الأرض وما تحت الأرض ولذلك يريدون الوفود بعض الوفود يعلنون عنها مثل هذا الكونغرسمان الذي حدثتكم عليه أمس ستيفن لينش أو لينش والوفود الأمريكي الذي معه وبعض الوفود لا يعلنون عنها كان هناك وفد روسي لم يعلنوا عنه جاءوا وفدين فرنسيين واحد أمني واحد اقتصادي لم يعلنوا عنه فيه كثير من الوفود التي جاءت ولم يعلنوا عنها جاءت وفود أيضا منتع شركات كبرى تلقاهم في باريس لقاة الرئيسية صارت في باريس والمحادثات وأحيانا كانوا ينتقلون إلى جناث وعلى صناعة القانون يعني هذا قانون المحروقات هذا قانون المسروقات صنعته الشركات الكبرى وفيه داخل واحد لبياج منتع بيع البلاد منتع الصح وهم يهدفون أنه بعد توقيعه يصبح يعطيهم ما يعرف القانون بليدروازاكي يعني أن القانون ينشئ حقوق هذه الحقوق تصبح مكتسبة لكني دعني نذكر وذكروا بها إخواني غدا ذكروا بها العالم أجوى هذه الحكومة وأنا خطابي إلى زعماء العالم وإلى هؤلاء المسؤولين على الشركات الكبرى وإلى آخره هذه حكومة نظام كله غير شرعي منذ 22 فبراير على الأقل أعلم الشعب الجزائري أن هذا النظام غير شرعي وهو يعلنها يوميا جنيرو على فوبال والجزائر تدي الاستقلال ولذلك كل العقود كل العقود التي توقع عليها هذه العصابة أو وقعت عليها هذه العصابة منذ 22 فبراير فهي لا قيمة لها هي تحت أقدام الجزائريين تحت أقدام آخر طفل جزائري آخر رضيع يولد في هذه اللحظات فإن كل ما وقعته العصابة سوى في شهر اللي كان شهر وعشر أيام اللي كان فيهم السعيد ما زال هو الحاكم بأمره وكان خائن البلاد يروح له ويركعله ونتحيله وكان مرعوب لأن الكاشي كان ما زال عن السعيد سوى في تلك الأربعين يوم أو منذ أن أصبح خائن البلاد هو الحاكم للبلاد وكمشة الجنوات الذين معاه بالواجهة أن تعبوا تفليق بن صالح وبدو كل اتفاقيات كل المعاهدات كل العقود لا يعتر فيها الشعب الجزائريين إلا ما كان في مصلحته وإذن فهي كلها تحترجلو لأن ليس هناك عقود عقدت أو معاهدات وقعت أو اتفاقيات توافقوا عليها ليس هناك فيه مصلحة الجزائريين إطلاقاً على الأقل منذ 22 فبراير ليكون هذا واضحاً وأتمنى على كل إخواني أن يذكروا به غداً ويذكروا به بقوة ذكروا العالم واكتبوها بكل اللغات نحن لا نعترف بهذه العصابة توقيعكم مع هذه العصابة الاتفاقيات هو خيانة لنا لأنكم تعرفون أننا نقول أن هذه العصابة يجب أن ترحل وهو محاولة لنهبنا ونحن لن نسمح بنهبنا بإذن الله من الآن فصاعداً وأن أي اتفاقيات رهى ليس لها أدنى قيمة اليوم أضاف أحد المدراء السابقين نائب رئيس سوناتراك ويسمى توفيق حسني جايب عليه إحدى المواقع حديث حديث جميل يتحدث فيه بصراحة من أن طبعاً هو متحفظ لأن هذا كان معهم وممكن رأي دولار و تريت ورق ما عارفينه وممتيازات إلى آخر لكن مع ذلك قال بأنه كليتي إنو بورتان على لوراكتيال دوفوتي للواصل الزيدرو كاربير أنه غير ملائم هو كلمة غير ملائم كلمة دبلوماسية في الحقيقة هنا كلمة غير ملائم تعني أنه أنه باعث أن التوقيح هذا هو جريمة لأنه باختصار بسيط وأنا هنا أتوجه لبعض المخدوعين بالبادسية والنوفمبرية راه بوتفليقة وهو المجرم الكبير والمفسد الأعظم كان دار قانون هذا القانون الذي سنقوم بعمله الآن في 2019 في الحقيقة داروا بوتفليقة في 2004 إذا كان ذكرت جيداً ولكن أو كان في 2005 كان على أبواب وعطاً امتيازات أقل في الحقيقة من القانون هذا لكن فيه أشياء مشتركة مع هذا القانون لكن في النهاية تراجع في النهاية تراجع ولعبة شخصيات دولية منهم هيغو تشابيس حاكم بنزويلة من قبل جاءه مرتين يترجاه ألا يدمر أرزاق الجزائريين وأن لا يترك البلاد نهباً للشركات العالمية وطبعاً كانت هناك ضغوطات من جهات أخرى أيضاً اللي كانت ليست راضية الروس أيضاً ضغطوا في الحقيقة ما كانوش راضين الروس ضغطوا لأسباب تخصهمهم لأن الروس الآن رهي ثاني أكبر منتج وباع للبيترول في العالم وبالتالي كانت عندها حسابات خاصة لكن شافيز جاء من مبدأ محاربة الدول الإمبريالية ونختلف مع شافيز في حكمه الدكتاتوري بنزويلة لكن مما لا شك فيه أن موقفوا في هذا كان العب موقف جميل لصالح الشعب الجزيل وأيضاً كانوا شخصيات في الداخل وربما أيضاً بعض المعارضين الذين نددوا على قلتهم آنذاك الذين نددوا والحمد لله لعل يكن من واحد منهم الذين نددوا بذلك القانون القانون اللي رأهم ديرينه اليوم أبشع بكثير ولذلك يقول هذا توفيق حسني بأن في الحقيقة أن هذه الفاكتور الانترنسيول نطبع بالترنسيول روح على المنزل بالتعامل بالتعامل المتحدة بالتعامل كالكتور بالتعامل ومع المنزل ما هي الأشياء التي تتخليش برغم كل تنازلات فإن شركات الأخرى وشركات الكبرى ستطلب مزيد من التنازلات لكن هو أضاف من أن هناك العالم ضد الكوارث على المستوى البيئي والمناخي وبالتالي كثير من الشركات ربما قد تتراجع حتى مع وجود جاذبية استثنائية وأضاف قال لكونتكست ناسيونال في الحقيقة ما هو كونتكست ناسيونال هناك ثورة في الداخل وهناك صراع ما بين شعب يريد أن يتحرر وما بين طغمة تريد تريد أن تتجدد مرة أخرى عبر انتخابات مزورة سلفا الجمال لدانوا هذا القانون يعرفوا لأن أي مبتدئ في الجامعة أي تخصص علم سياسية علم اقتصادية قانون يعرفوا أن لكي تجذب الاستثمارات الخارجية أول شيء يسموها حاجة يسموها الاستقرار السياسي الـ بالجمال إذا لا يوجد استقرار سياسي لا يوجد لا يوجد لا يوجد بالبلاد في حالة تطورة إذا أضفنا لعدم وجود استقرار سياسي عدم استقرار قانوني قوانين يبدلون فيها كما يبدلون في سبارد عدم استقرار اجتماعي عدم استقرار عمالي عدم استقرار اقتصادي عدم استقرار تجاري مالي وفوضى في القطاع المالي فوضى في القطاع الاقتصادي فوضى في القطاع التجاري لماذا يجوك هما؟ إذا جاوك سيطلب منك مليون مزية سيطلبون منك مليون تنازم لكي يبقوا و يجووا لأن هذا هو زادت القواني لأن الذين يرون معهم في عقود كلهم يهدون فيهم بالرحيل لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تظل البلد ظلت 6 سنين مع أبو تفليقة بدون رئيس والآن يقريب 8 شهر بدون رئيس بالنسبة لي اللي يأتي يستثمر و يضع ملاير دولارات برغم أنك تقدم له كل الامتيازات وتصل إلى بيع الأرض له وإلى تدمير المياه الباطنية بفتح المجال مع الغاز السخري و و و و و كل الأشياء وامتيازات جمهوركية وامتيازات كذا وامتيازات كذا لكنه مع ذلك يشب لي ما فيش سقراء سياسي ما فيش سقراء سياسي إذن لماذا يخاطر والقاعدة المشهورة هي أن رأس المال جبان رأس المال جبان إذن في الحقيقة بالرغم أن هذا الأخ هذا الرئيس النائب الرئيس السابق لم يقل كل شيء لكن من يقرأ خلف السطور ومن يقرأ بعض الأشياء يستطيع أن حتى هذا وهو أحد اللي كانوا يقودون صناتراك وعنده كل عنده امتيازات الآن لكنه قال لهم اللي غير مناسب في الحقيقة كما قلت مش غير مناسب هو خيانة ولذلك إخواني سواء كان هذا اللي قال يوم لحد مجلس الوزراء في قصر الحكومة أو كان عند الباعي المخدرات اللي يسموهم برلمانيين على استثناءات قليلة يجب أن تكون انتفاضة عارمة حتى يسقط قانون المسروقات اليوم أحد من وزرائهم قال بأن هذه الحكومة لا تملك حق رفع الأجور لعمال التربية لأنها حكومة مؤقتة لا تملك حق رفع الأجور لعمال التربية وتملك لبيع البلاد شفتوين تناقض مش فقط تناقض شفتوين الاستهبال مش تعرفوا بأن هذه الحكومة القائمة اليوم ومن خلف الجنيرالات الحاكمين في الحقيقة راهم يتذللون ويترجعون ويتقربون بكل شيء وخاصة بمصالح الشعب الجزائري وبأمواله إلى هالقوة الكبرى وحتى القوة الصغرى لكي يخلوهم حكام يخلوهم عبيد يخلوهم عبيد المهم أن نتظل عندهم بسطورات دبلوماسية والمداخيل بلا حدود والأموال بلا حدود والنهب بلا حدود قبل أن نكمل معكم إخواني قلوني نراجع واحد السؤال جاني كثيرا أين القيت صالح هذه الأيام أراكم تلاحظوا أن ربما هذه المرات القليلة جدا لغيفها عشرة أيام لا يخطب من ثاكنه حتى المرات الماضية لما قالوا أنه قال وقال وقال الحقيقة يخطب مرة واحدة أعتقد أنها يوم الاثنين ثم أخذوا منها جزء وضعوا يوم الاثنين ولذلك استغربت وجدت الخطاب نشرينه يوم الاربعة وبعد نفس المقطع بينه الخميس ومقطع بينه الجمعة الخميس يعني الاربعة والخميس وكما أنه كان منشور يوم الثلاثة أو الاربعة فالحقيقة لأنه أصيب بوعقة صحية هاني أنا معاكم اليوم هاني تعبان مرهق بالرغم أني أصغر من قيت صالح بربع قرن تقريبا إنسان يتهى الناس اللي راهي تقاوم وتتهى لأنه إنسان طبيع بشر نهاية المقطع فما بالك يكون واحد عمره ثمانين سنة ما يبادش ليلة وربع ضاها إلا هذا المرة في وهر لما راح أن ننسيبه كان متأكد أن ننسيبه وما زوج بنته وكذا إلى آخرها أنه ما يسيرش عليه في الليل الأيام الأخرى اللي راح يقضيها في العاصمة خاصة وحتى في بعض الأماكن من يذهب إلى الورق لا يبادش في مكان واحد مرعوب 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 إذا دخل الرعب على السن على الوزن على الجهل على طريقته في تسيير البلاد وكأنها كازيرنا كل هذا في النهاية يدفعون يصاب الوعقة الصحية لكن اللي يزاد له ليس برق الوعقة الصحية اللي يزاد له هو الطلاع على التقارير الدقيقة تقول أن الغضب مثل ما راح يتصاعد في الشارع راح يتصاعد داخل الثكانات وداخل قوات المسلح الطلاع عنه كثير من عناصر الشرطة والدرك راح يخلوا الناس يفوتوا ما يدروش خدمتهم يتغيبوا الأمراض راح يقدموا في هذا كل كونجيد مالادي بلا حدود اللي راح عنده كونجيد مالادي مقبرة يوزع فيه برغم أنهم تلقوا تهديدات لأنه إذا ما دخلتوش راح نراديوكم وأيضا تلقيه تقارير من أن طلبات الرادياسيون داخل أي مغادرة الجيش لم تكون مرتفعة في أي وقت في تاريخ الجزائر المستقلة كما هي في الستشور الأخيرة خاصة خاصة تداء نجوان أحكين آخرين باختصار بسيط ما مش تلقوا الرادياسيون أراهم يخذوا البوطي ويرحلوا وكاين نراهم بعد تدخلات ومعارف كيف يجيبوا الفيزا ويغادروا عشرات العسكرية عشرات ربما على الأقل أنا متأكد منها خرجوا في هذا الستشور الأخيرة ولم يعودوا وكاين اللي كانوا في رتب عليا وفي مناسب معقولة ومخصهم لا دراهم لا سيتياسيون ولا شيء لكن بالنسبة ليهم طريقة القيد صالح رهدوا البلاد إلى الهلاك هذه التقارير في الحقيقة لا تخص فقط طبقة الوسطى والدنيا داخل الجيش وإنما أيضا جنيرالات وكان هو اللي يساعدهم وكان هو اللي أعطانهم مناصب وصلته أخبار دقيقة تقول أنهم يعبرون عن امتعاضهم خايفين أنهم على الأقل خايفين لأن هذه الطريقة شايفين بأنها طريقة مسدودة ستدفع إما في نهاية المطاف أن يتخذ القيد صالح أو غيره قرار بإنزال الدبابات وهم يعرفون أن هذه ستكون كارثة عليهم مثل ما هي على الوطن وعلى الشعب أو سينتصر الشعب ويسقط القيد صالح ومن معه واربما هو يدفع الثمن أيضا خاصة كلما كانوا قريبين معه كلما كان إمكانية سقوطهم كبير وكبير جدا مع القيد صالح زاد اسمع في الأسبوعين هذا الأخيرين شعب يريد إعدام القيد صالح ولا إله إلا الله والقيد صالح عدو الله هذه مرعبة من نسبة إليه ولذلك لعلكم سمعتوه في مش هدل أسبوعين ها ثلاث أسبوع عنده قبل حوالي أسبوعين أو عشرة أيام من ظن في آخر خطاب اللي قال وراه لقاه في في وهرم كان عبر عن امتعاضه الشديد عن غضبه الشديد مما سماه الشعارات اللي رأيت خرج فيها العصابة وأتلع العصابة وأزلم العصابة وهذا يزيد كل ما يتكلم هو يزيد احتقان الشارع لما أعلن قبل أسبوعين غلق العاصمة تقريبا كل سكان العاصمة نزلوا تحدي وغدا الناس ستذهب إلى العاصمة رغم غلقينها من اليوم العشية مغلوقة تقريبا لأنه ينفذوا في قراره قال المركبات ما تدخلش لباس وصحاب ليبيس وصحاب مطروليات ما يحبوش يدخلوا لأنهم لأن فيها وفيها وفيها حاجز حاجز أو الباس ومع ذلك عشرات الألاف حاول الدخول اليوم وبكل تأكيد يحاول الدخول غدور لكن حتى بدون وصول أعداد هائلة فإن السكان العاصمة سترونهم غدا مئات الألاف قد يتجاوزون المليون أو المليون ونص غدا أيضا وستكون جمعة واحدة عظيمة بشعارات قوية وهي ترى الناس أن هذه العصابة تستفزهم تريد أن تبيع أراضيهم وثرواتهم من أجل البقاء وفقط البقاء ما همهم لا شعب لا بلاد لا وطبعاً توزيع شوية فوتات على الذباب وعلى القنوات باش يقلبوا الحق باطل والباطل حق مرة أخرى نذكر إخواني تحت أي ضرف إمكان في كافة الظروف في كافة الأوضاع سلميتنا هي التي أتعبتهم سلمية الشعب الجزائري هي اللي خلاتهم أمام العالم أجمع يظهرون في مظهر بائس تخيلوا بتوصل المرحلة وين الشعب يرفض العالم الوطني وخاين البلاد والجنيرالات ويأمرون الشرطة والدرك باش ينزعوا الناس على العالم الوطني هذه لم تحدث في أي بلد آخر الحكومات الأخرى والبلدان الأخرى تحلل شعوبها باش ترتبط بالعالم باش ترتبط لنا معرفين أن هذا يقوي الشعب ويقوي المجتمع ويقوي الدولة لكن عندنا نحن حتى العكس إذا سلميتنا يا إخواننا سوف يكون هناك استفزازات من البلطاجية من الحنوشة من بعض الشرطة اللي يحبوا يرعبون حقارين ودرك حقارين بعض لكن أغلبية الشرطة والدرك رأيهم معكم سأقوم بإنشار رسالة لتصلني سأقوم بصفحة تم تلي طول الوقت سأقوم بإنشار رسالة كما يقولون أن الناس ربما يتعلم بيبلي سيتي لنفسه لكن مرة في الوقت لما يصروا على بعض الأحرار ننشرها لكن كنا ننشر في الناس من الجيش وبالبلاي كارت المتاحهم حتى بعضهم لا يغطي اسمه من الدرك من الشرطة من الجيش من المخابرات الناس بالغ بها من القضاء الناس بالغ بها الغضب ونرى أن هذا الجماعة اللي مع القايد صالح تديني البلاد للحيط لا يستطيع أن تذهب للحيط ولذلك بعض الناس حسيت منهم كلمني واحد من الأفاضل الشباب الصغار أمورهم كثل ثلاثين سنة الآن وقال لي أنا راني يائس وراني كذا وبعد تطبيق هذا القانون ومش تيأس مش تيأس هباءنا وأجدادنا طربوا خمس سنين ست سنين كالي سبع سنين من البداية على الثورة طيارات على السماف فوق الحركة يدوروا بهم بدون أسر يأكلوا الحشيش في الجبال وما يأسوش وانتصروا وانتصرنا ثم أن هذه المعركة رغم بعض خوتكم فيها منذ ثنين وتسعين ثلاثة وتسعين ربعة وتسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين يعني فيه ناس أقل شيء عشرين سنة في هذا المعركة ولم ييأسوا ولم يقنطوا لا تقنطوا من روح الله ولا تيأسوا فإن النصر قادم وهو على الأبواب بإذن الله إنما الثبات الصبر المقاومة العنفية وعندما نقول السلمية مش معناها الخضوع يجي يضربوك ويطلعوك تروح معاهم لا إذا استطعت أن تقاوم قاوم ولذلك ننصح مرة أخرى أن يكون نزول الناس خاصة بعد الصلاة لأن قبل الصلاة رم يعتقلوا اللي يرحوا بكري شوية تاعة تسعة والعشر يحاول يعتقلوه ورم يعتقلوا في نهاية المظاهرات إذن إخوان يبقوا جماعي ويحاولوا دائما تكونوا مع الصلاة أو قبلها بقليل لبما لما جاي من المكان آخر أو النساء أو المهم أن يكون تجمعات كبيرة ونصيحتي لإخواننا في الشلطة والدرك هذا الشعب رجا بش يحرركم راكم ستكون أكبر مستفيد حينما ينتصر هذا الشعب وهو على الأبو نصيحتي عن من خضعوا هاو يشوفوا في تبون وش يقول في فرنسا وفي مدحو لفرنسا وهو تبون هو مرشح القايد الصالح فراجعوا نفسكم هاو يشوفوا في هذه اللجان ما يسمى اللجان الانتخابات أنها أنت عيرندي وأفلين واللي كاشيريس اللي كانوا في العهدات السابقة خاصة الثالثة والرابعة راجعوا نفسكم هاو يشوفوا بيع البلاد عن ترك هذا القانون والقانون الآخر اللي هو قانون الميزانية اللي لا يقل البؤس على قانون المسروقات راجعوا نفسكم مدام عندكم وقت راجعوا نفسكم وعودوا إلى شعبكم وعودوا إلى حراككم لكنها القافلة ستنضي القافلة ستنضي من يتخلف يتخلف على نفسه شعب الجزائري لن يعود إلى بيته إلا بكرامته بعسته باستقلال بلاده لأنه يعرف أن ذلك سيؤدي إلى مهضة هذه البلاد وإلى بروزها مرة أخرى وإلى حل كثير من المشاكل السكن، العمل، طرقات، مستشفيات، المدارس حينما يحكم هذه البلاد من يحب الشعب والشعب يحبه سترون العجب في هذه البلاد حياكم الله إخواني حينما كنتم سننتصر بإذن الله أن نصر على الأبواب إنما هو ثبات بضعة أسابيع على أقصى تقدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا